السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف الخامس هنكمل إن شاء الله النهاردة مع بعض المفهوم الرابع أنماط حركة الأجسام في السماء الوحدة الرابعة الدرس الثاني نشاط أربعة الدوران حول المحور عندما يتحرك جسم بطريقة ما هذه الحركة تتكرر بنفس النمط يقال أن الجسم أتم دورة تاني الجسم لما يتحرك بطريقة معينة وتتكرر هذه الحركة بنفس النمط في حالي يقال أن الجسم أتم دورة يبقى الدورة هي عبارة عن نمط أو سلسلة من الأحداث يتكرر بنفس الترتيب ويمكن التنبؤ به الدورة هي إيه؟ سلسلة أو نمط من الأحداث يتكرر بنفس الترتيب ويمكن التنبؤ به مثل دورة الماء في الطبيعة وحركة بندول الساعة وتعاكب الليل والنهار ودوران عاجلة الدراجة ودوران أزرع مروحة وعقربة الساعة ده كلها إيه؟ بتتكرر بنفسه طيب، حين قلنا أن الأرض بتدور حول محورها اللي بيمر بشكل إيه؟ عمودي عبره كتباية الكرة الأرضية من الكتب الشمالي إلى الكتب إيه؟ إلى الكتب الجنوب يبقى الأرض بتدور حول محورها محورها بشكل ايه عمودي من الكوض الشمالي الى الكوض الجنوبي يبقى المحور بصفة عامة هو عبارة عن خط افتراضي يمر بمركز جسم ماء يبقى المحور هو ايه خط افتراضي يمر بمركز جسم ماء الدوران حول المحور هو دوران جسم ماء حول محوره الدوران حول المحور يعني ايه يعني دوران جسم ماء حول محوره الارض بتدور حول محورها مرة كل 24 ساعة يعني كل يوم وهذه الفترة الزمنية تعرف باسم ايه اليوم على الكوكب الارض يعني اليوم هو ايه هو الفترة الزمنية التي يستغرقها الكوكب لعمل دورة كاملة حول محوره نسمي ايه صح اليوم كواكب مجموعة الشمسية بتدور حول الشمس في مدارات صح مدارات بيضاوية او شبه دائرية يعني مثل دائرة ممتدة عامة زي ايه دائرة ممتدة وكمان بتدور حول نفسها او حول محورها بسرعات مختلفة المجموعة الشمسية هي الشمس ومجموعة الكواكب والاجرام السماوية الاخرى كواكبات اقمر شهب نيازج مزنبات يبقى ما اقولك اكتب مستهل علمي الشمس ومجموعة الكواكب والاجرام السماوية صح المجموعة الشمسية او النظام الشمسي طيب الكواكب المختلفة بتدور في المجموعة الشمسية بسرعات مختلفة الكواكب بتدور ايه بسرعات مختلفة في المجموعة الشمسية كوكب مشترى يعتبر اسرع كوكب يدور في المجموعة الشمسية حول محوره او حول نفسه حوالي عشر ساعات ودي مدة سريع جدا بالنسبة لحجمه لأنه أكبر الكواكب من حيث الحاجم تعالوا شوف بالعكس أبطأ الكواكب بالدور حول نفسها كوكب مين؟ كوكب الزهرة حوالي قد إيه؟ بيستر حوالي 243 يوم لكن أسرع الكواكب في دورانها حول الشمس كوكب مين؟ عطارد كيف في فرق بين دوران الكوكب حول الشمس ودورانه حول نفسه أو محوره وأن اللي بدور حول نفسه المشترع ده أسرع واحد أسرع واحد بدور حول الشمس كوكب مين؟ عطارد لأنه أقرب لمين؟ أقرب للشمس الليل والنهار الأرض بدور حول محورها أو حول نفسها مرة كل يوم أو 24 ساعة في عكس اتجاه عقارب الساعة يعني من الغرب إلى الشرك وبيندج عن هذه الحركة إيه؟ صح تعاقب الليل والنهار كوني كم ساعة؟ 12 ساعة تقريبا يبقى ما أقول لك ده علامة صحة أو خطأ تدور الأرض حول محورها كل 24 ساعة في نفس اتجاه عقارب الساعة يبقى خطأ في عكس اتجاه عقارب من الساعة الجانب طبعا المواجه للشمس بيكون نهار والجانب الآخر الغير مواجه للشمس بيكون ليل ولما تدور الأرض الوضع بنعكس بمعنى الجانب الذي كان لا يواجه الشمس يصبح مواجها للشمس ويبقى عنده ايه؟ صح نهار والجانب الآخر ليل دوران الأرض حول محورها بيؤدي إلى ظهور القمر والنجوم في السماء كما لو كانت تشرك وتغرق هيحصل ايه؟ لو الأرض توقفت عن الدوران حول محورها لن يحدث تعاقب الليل والنهار ونصف الكرة الأرضية المواجه للشمس سيعيش في نهار دائم ونصف الكرة الآخر في زلام دائم يبقى لان ايه؟ لن يتعاقب الليل والنهار صفحة 121 كتاب الأدواء أكمل عبارات الألاتية باستخدام الكلمات بين كوسين واحد تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول محورها دوران الأرض حول الشمس صفحة دوران الأرض حول محورها نين تستغرق الأرض نقط لإتمام دورة واحدة كاملة حول محورها يوما 48 ساعة صفحة يوما ثلاثة جميع كواكب المجموعة الشمسية تدور حول محورها وأسراعها كوكب الأرض المشترة صفحة المشترة أربعة تدور الأرض عكس اتجاه عقارب الساعة في نفس اتجاه عقارب الساعة صفحة عكس اتجاه عقارب الساعة نين ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الألاتية واحد الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يدور حول محوره في كواكب المجموعة الشمسية يا بارخة جميع الكواكب تدور حول محوره نين نصف الكرة الأرضية المواجه للكمر يكون ليلاً بينما النصف الآخر يكون نهاراً يا بارخة نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس يكون نهاراً والنصف الآخر يكون ليلاً تلاتة تدور الأرض حول الشمس مرة كل ساعة يا بارخة مرة كل عام أربعة تصنف حركة الأرض حول نفسها كدوران حول المحور عبارة صحيحة تلاتة صوب ما تحتوى خط في العبارات الألاتية واحد تدور الأرض حول محورها في اتجاه عقارب الساعة في عكس اتجاه عقارب الساعة نين الدورة هي سلسلة من الأحداث تحدث في أنماط متغيرة ويمكن التنبؤ بها في نمط معين تلاتة كل أربعة وعشرين يوماً تدور الأرض حول محورها دورة واحدة أربعة وعشرين ساعة أربعة تتعاكب في سهول السنة الأربعة نتيجة دوران الأرض حول محورها حول الشمس نشاط خمس شروك الشمس احنا قلنا أن الأرض بتدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل مثله دائرة ممتدة يعني ليس دائرياً تماماً يبقى مدار الأرض هو عبارة عن مصار بيضاوي تتحرك فيه الأرض حول الشمس يبقى أقولك أكتومسها العلمي مصار بيضاوي تتحرك فيه الأرض حول الشمس صحيح مدار الأرض طيب وكمان الأرض بتدور حوالين نفسها أو حول محورها في عكس اتجاه عقارب الساعة وبالدور حول محورها بشكل مائل قليلاً بشكل إيه؟ مائل قليلاً وزاوية الميل ليست ثابتة تتغير طوال العام يبقى زاوية الميل إيه؟ ليست ثابتة تتغير طوال العام طيب إيه زاوية الميل الأرض؟ هي الزاوية التي تتكون أو تتشكل بين محورين تاني هي إيه؟ الزاوية التي تتشكل أو تتكون بين محورين محور الأرض الذي تدور حوله ومحور الأرض المداري حول الشمس تاني هي الزاوية التي تتكون أو تتشكل بين محورين محور الأرض الذي تدور حوله ومحور الأرض المداري حول الشمس مدار الأرض البيضاوي اللي بتدور فيه الأرض حول الشمس وميل الأرض حول محورها يؤدي إلى يؤدي إلى إيه؟ رقم واحد ظهور حركة الشمس في مسارات مختلفة عبر السماء ظهور مين؟ حركة الشمس في مسارات مختلفة عبر السماء وكمان بسرعات مختلفة قليلا كل يوم وده بيؤدي إلى اختلاف أوقات شروق الشمس وغروبها كل يوم على الأرض بيؤدي لإيه؟ اختلاف أوقات شروق الشمس وغروبها كل يوم على الأرض حلل الخريطة التالية للإجابة عن الأسئلة رقم واحد أي من المدن التالية في مصر تقع في أقصى الشرق أسيوت مرسى علم سوى صحراكم باية مرسى علم أين من المدن التالية في مصر تقع في أقصى الغرب أسيوت مرسى علم سوى صح سوى أين من المدن المذكورة أعلى ستشهد ظاهرة شروق الشمس أولا ما السبب في ذلك؟ مدينة مرسى علم من خلال الخريطة مدينة مرسى علم ولأنها هي المدينة الوقعة في أقصى شرق مصر ستشهد ظاهرة شروق الشمس أولا تبليه؟ لأن الشمس تشرك من الشرق وهي موجودة فين؟ موجودة في شرق مصر البيانات الموجودة في الجدولين توضح شروق وغروب الشمس في مدينة مرسى علم وواحد سوى وأن باختلاف المكان تختلف أوقات الشروق والغروب يوم أقولك أكمل باختلاف نقط تختلف أوقات الشروق والغروب سحق المكان مدينة مرسى علم قلنا عشان هي موجودة في أقصى الشرق الشمس تشرك إيه؟ عليها أولا قبل واحد سوى لأن الشمس تشرك من إيه؟ من الشرق ومن يوم 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الشمس تغرب في نفس الوقت كل يوم الساعة كام؟ الساعة 5 إلى 10 وكمان طول النهار بيأسر في مدينة إيه؟ مرسى علم كان يوم 27 نوفمبر كان طول النهار كام؟ 10 ساعات و44 دقيقة و35 ثانية يوم 3 ديسمبر بقى كام؟ 10 ساعات 40 دقيقة و28 ثانية طيب تعال نشوف في واحد سوى تقع فين؟ في أقصى الغرب عشان كده تشرك الشمس في واحد سوى بعد مدينة إيه؟ مرسى علم بحوالة إيه؟ 46 دقيقة يعني الشروق في مرسى علم الساعة 6 و5 سباح وفي واحد سوى الساعة 6 و51 دقيقة سباح طيب من يوم 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر تغرب الشمس في نفس الوقت كل يوم في واحد سوى وطول النهار أيضا ايه؟ بيأسر لكن طول فترة النهار في مدينة مرسى علم أطول من النهار في واحد ايه؟ في واحد سوى طول النهار هو ايه؟ هو عبارة عن فترة زمنية ما بين شروق الشمس وغروبها طيب ده نحسوه ازاي؟ بنترح وقت الغروب من وقت ايه؟ من وقت الشروق طول النهار هو ايه؟ الفترة الزمنية بين شروق الشمس وغروبها طيب نحسوه ازاي؟ بنترح وقت الغروب من وقت ايه؟ من وقت الشروق قارن البيانات الموجودة في الجدولين السابقين ثم ضاع دائرة حول الجمع الاصحيحة واحد تشرك الشمس في مدينة مرسى علم قبل سوى بحوالي 46 دقيقة عبارة صحيح نين في الفترة بين 27 نوفمبر و 2 ديسمبر تشرك الشمس في كل يوم مبكرا عن اليوم الذي يسبقه؟ طبعا عبارة خطأ بيكون متأخرا وليس ايه؟ مبكرا يعني مثلا الشروق في يوم 27 كان كان ستة وخمس دقايق طب اليوم اللي بعده اتأخر بقى كان ستة وستة ايه؟ دقايق يبقى بيكون متأخر وليس ايه؟ مبكرا يكسر طول النهار في مدينتي مرسى علم وسيوة من نوفمبر الى ديسمبر عبارة صحيحة أربعة تغرب الشمس في نفس الوقت في سيوة من نوفمبر الى اتنين ديسمبر صح عبارة صحيحة خمسة تعرضت مدينة مرسى علم الى ضوء النهار اكثر من سيوة في 27 نوفمبر عبارة صحيحة يعني فرق بينهم قد ايه؟ ستاشر دقيقة وثلاثتاشر ثانية كيف سيكون شروك الشمس اذا كنت على متن محطة الفضاء الدولية وتنزل الارض؟ تدور محط فضاء الدولية حول الارض كل 90 دقيقة تقريبا كم مرة سيشهد رائد الفضاء شروك الشمس؟ فاربعة وعشرين ساعة وضح كيف توصلت الى اجابتك طيب الاول اليوم في قد ايه؟ اربعة وعشرين ساعة لو الساعة فيها كم دقيقة؟ ستين دقيقة يبقى نضرب أربعة وعشرين في ستين تساو كام ألف واربعمية واربعين دقيقة طيب المحطة الفضائية تستغرق قد ايه؟ تسعين دقيقة للدوران مرة واحدة حول الارض يبقى بالتالي يشهد رائد الفضاء الموجود في محطة الفضاء الدولية شروك الشمس خلال أربعة وعشرين ساعة هاسن بقى ألف واربعمية واربعين على تسعين تساو كام ستاشر مرة اختبر نفسك اكمل مما بينك وساين واحد تدور الارض حول محورها مرة كل يوم ام سنة صح كل يوم اتنين تختلف أوقات الشروك والغروب باختلاف المكان ام الجاذبية صح المكان بقى صديقان احدهم يعيش في الاسماعيلية في شرق مصر والاخر يعيش في مرسى مطروح في غرب مصر واحد في اي مكان ستشرك الشمس اولا ولماذا؟ صح الاسماعيل ليه؟ لان الشمس تشرك من الشرق اتنين طول النهار متساون في المدينتين حدد صحة العبارة وفسر اجابتك طبعا عبارة خطأ ليه؟ لان النهار في الاسماعيلية اطول من النهار في مرسمة روح ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد تدور الارض حول الشمس في مدار دائري اي بار خطأ في مدار بيضاوي اتنين دوران الارض حول محورها يكون بشكل مائل قليلا وتتغير زاوية الميل طوار العام اي بار صحيحة؟ ثلاثة يحدث شروك الشمس وغربها في موعيد ثابتة يوميا اي بار خطأ؟ موعيد ايه؟ مختلفة